تعرفوا أحبائي العالم مرتبك تحت نير في تموثاوس الأولى إسحاح 6 جميع الذين هم عبيد تحت نير فليحسبوا سادتهم مستحقين كل إكرام لألا يفتر على اسم الله وتعليمه والذين لهم سادة مؤمنون لا يستهينوا بهم لأنهم إخوة بل ليخدموهم أكثر لأن الذين يتشاركون في الفائدة هم مؤمنون ومحبوبون علم وعظ بهذا فإذن في كتير ناس تحت نير في نير العبودية تعرفوا تذكرت قصة في العهد القديم سليمان الحكيم مع أنه كان أحكم إنسان في الوجود ولكن يقول الكتاب أنه بسبب كثرة النساء أملنا قلبه وزاغ عن الحق لمحبة الرب لسليمان وللعهد اللي وعد به داود إنه بأبو سليمان لم تنقسم المملكة في أيام سليمان ولكن في أيام ابنه وتذكرت يعني شوف الكلام في ملوك الأول إصحاح 12 رح بعام حكم بعد سليمان ولكن عمل يعني شيء غلطة غلطة عمره فكلمه الأحداث يعني الشباب الذين نشأوا معه قائلين هكذا تقول لهذا الشعب الذين كلموه قائلين إن أباك يعني سليمان ثقل نيرنا أما أنت فخفف من نيرنا هكذا تقول لهم إنه خنصر لأنه أجلس لرح بعام وقالوله بصراحة خفف الضرائب وخفف عنا الأحمال والأعباء والكده مثل أبوك لأنه الظاهر رح بعام كان عم بزيط ضغطات على الشعب فلم يسمع لمشورة الشيوخ لم يسمع لمشورة الشباب وهي كانت نصيحة الشباب بقوله قلهم احكي لهم خنصري أغلظ من متني أبي المتن أوكي والآن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم يعني مش رح أخفف أبي أدبكم بالصياط وأنا أؤدبكم بالعقارب النتيجة باختصار المملكة قسمت إلى قسمين المملكة الشمالية ابتدأت بالعبد اللي كان عند سليمان كان موجود في مصر ورجع حكم المنطقة الشمالية الأصباط العشر اسمه ياربعام ورح بعام حكم سبطين اللي هو يهوذة وبنيمين ليه بسبب القساوي والتعدي وإنه وضع نير أحمال أعباء على الناس ولم يبالي طبعا لصراخات الناس إنه يخفف الحمل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة